لأجل أن يتنفس العراق ازدهار مستقبله الاقتصادي والاجتماعي كان ولزال الاستثمار بوابة البلاد على عالم متقدم في التجارة والإعمار وهنا شرع رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني بإجراء تعديلات الموافقة على خطط المشاريع الاستثمارية خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل والتزام المحافظات بتزويد الهيئة الوطنية للاستثمار بمعلومات شاملة عن قطع الأراضي وتقديم التسهيلات المالية إلى المستثمرين الذين أتموا 25% من المشروع وحدة الدراسات الاقتصادية لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تفردت بعرض تفاصيل مهمة في بوابة الاستثمار التي ذشنها السوداني بهدف إحياء الفرص التنموية في العراق خطوة يرى خبراء الاقتصاد والاستثمار أنها تدشن لتمتين العراق في بيئة الأعمال ومواجهة تحديات طاردة للاستثمار الأجنبي وتقوية منظومته وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن العراق يحتاج إلى ما يقرب من 57 مليار دولار لأغراض إعادة الإعمار فيما يرى مراقبون أن التوقعات تتجه نحو تحسن المؤشرات للبيئة السياسية والأمنية ما يدلل على ارتياح في الوضع الاقتصادي لذا كان نهج السوداني ولازال مؤكداً بحسب تقرير مركز الروابط على أهمية وضع استراتيجية تدعم زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاعات لا ترتكز على النفط وحده للمساهمة بالناتج المحلي إيماناً بدور الاستثمار الحاسم في تقدم الدول اقتصادياً أما الرسالة التي يريد تحقيقها السوداني من خلال الرؤية تعزيز الاستثمار الأجنبي هي دعم الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل في البلاد ترجمة نانسي قنقر